اكد وزير الصحة النمساوي رودورف انشوبر اليوم أن الوضع الصحي في بلاده بات مستقرا الآن بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وأشهد انشوبر بعمل السلطات الصحية في مختلف المناطق محذرا في الوقت نفسه من أن خطر الوباء لم ينتهي بعد وقال من الواضح أن الوباء لم يصل إلى ذروته في كل أنحاء العالم فهو يواصل الانتشار بسرعة أكبر أعلنت وزارة الصحة النمساوي اليوم عن تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية وذكر بيان للوزارة أن عداد مصابي كورونا تضاعفت في غضون شهر مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للحالات النشطة حاليا هو 1605 حالات بينما كان عدد الحالات قبل شهر 787 حالة وبلغ إجمالي عدد الإصابات بلغ 21385 حالة وقد تعفى منها 19063 حالة دون حالة وفاة جديدة ويتواجد حاليا 113 شخصا بالمستشفات منهم 21 حالة بالعناية المركزة قالت وزيرة العمل النمساوية كريستين شباخر إن الأثار أن أزمة الاقتصادية العالمية الراهنة على السوق العمل ستستمر لفترة طويلة قادمة مشيرا إلى أن تسجيل معدلات البطالة في يوليو الماضي ارتفاعا بمقدار الثلاثة عن يوليو 2019 حيث بلغت الزيادة نحو 107 ألاف عطل وأضافت شباخر أن أزمة جائحة كورونا أدت إلى أثر سلبية واسعة على سوق العمل على مدى أربعة أشهر ونصف حيث أنه جاري إعادة تدريب العطلين لالتحاقهم بسوق العمل في نهاية يوليو الماضي حيث أن نسبة العطلين ارتفعت بنسبة 33% مقاررة بـ 2019 تعرضت النمسا لموجة من الطقس السيئة بسبب الهطول الغزير للأمطار الصيفية مما أدى إلى ارتفاع من سوب نهر الدانوب واقتراب حدوث فياضانات وحذر المعهد المركزي للأرصاد الجوية اليوم من أن الأمطار الغزيرة لن تتوقف على مدار الساعة حيث توقع حطول أمطار قياسية تصل إلى أشرة لترة لكل متر مربع لافتا إلى أن أكثر الولايات المتأثرة بسوء الأحوال الجوية هي تيرول وفرر ليبر وسلسبورغ والتي شهدت عشرات من الانهيارات الطينية واقتلاع الأشجار بسبب رياح العصير مما وضع إدارات الأطفاء في حالة استنفار مستمرة ومن المتوقع أن تستمر العواصف الرعدية حتى غد الثلاثاء وتغطي النمسا بأكملها خاصة فيينا وولاية النمسا السفلاء